دكتور عبد المنعم حكلم حضرتك على تصريح الدكتور عباس شمان وكيل الأظهر الشريف اللي قال فيه انه مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات من القرآن الكريم يدعون فيها انها تحث على قتل غير المسلمين انها مطالبة غير مبررة وغير مقبولة وهي والعدم سواء وتدل على جهل لديهم على أفضل تقدير وأوضح ان القرآن الكريم ليس به آيات تأمر بقتل أحد دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل كقتل غير عمدا أو رفع السلاح لقتلنا وانه الإسلام ليس مسؤولا عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات وأخذهم بظاهرها دون الرجوع لتفسير العلماء لها ودعى المطالبين مثل هذه المطالب الغريبة وغير المقبولة إلى ضرورة أن يفهموا كتاب الله فهما صحيحا أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فليذهبوا بفهمهم ومطالباتهم إلى الجحيم ده تصريح قوي جدا الحياة من وكيل الأزهر الشريف عايز أتعلق مع حضرتك عليه لأنه إحنا كمسلمين الملجأ لنا والملاذ اللي على طول بنتجه ليه وننظر إليه وننظر لرد فعله أو الموقف اللي حياخده فيه مثل هذه الأمور هو مؤسسة الأزهر الشريف هذا التصريح يؤكد أن الأزهر الشريف يعي رسالته تماما وأنه يرصد كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالسلم العالمي وتتعلق بالإسلام والمسلمين وأن أي اتهام للإسلام والمسلمين لابد إما الدليل إما القانون فما فيش أدلة عندكم يبقى إذن واجب كما قال الأستاذ الفاضل الدكتور سعيد إن على المسلمين أن يرفعوا قضايا على هؤلاء في المحاكم الفرنسية وفي غيرها ونعتقد أنه سيكسبوا هذه الله لكن الأزهر يعي ذلك تماما ويقوم برصد للأفكار المتطرفة التي يقال أنها تنتسب للإسلام والمسلمين وحينما يأت تأتي مثلا فكرة زيفا داعش أو غيرها مثلا نحن نعرفش من داعش حتى إنما طالما نسب الأمر إليها وفسرت القرآن الأزهر الشريف بيرصد هذه الأمور فيما يسمى عندنا الآن بالمرصد العالمي ويأتي ويقوم بالرد على المنطقة نفسها التي أرسلت هذه الأمور صحية ولافت أنه ليس بلغة عربية فقط لغة إنجليزية لغة فرنسية لغة ألمانية يعني النهاردة توصل إلى عشر لغات في المرصد العالمي في الأزهر بيقوم برد على كل ما يتعلق بالإسلام لم يكتفي الأزهر بهذا إنما يتحرك فضيلة وكيل الأزهر ويحضر حوار الأديان في كذا مكان في أوروبا فضيلة الإمام الأكبر يتحرك حتى يصل إلى قلب البرلمان الأوروبي تخيلي ما كنا نتخيل في يوم الأيام إن أحد علماء الإسلام الكبار يذهب إلى هذه المناطق لا أمين إمام الأزهر ويستقبل استقبالا حافلا ثم يطلب فتح حوار ما إذا كده ويطلب فتح حوار تعالوا نتكلم بقى تعالوا بقى أنت مش بيت التهموني أنا بقى خرج الإرهاب تعالوا تهموني فيبدأ فضيلته بطرح من يريد أن يسأل وتبدأ الأسئلة وتبدأ الأجوبة حتى أن فضيلة الإمام في نهاية اللقاء وكلنا شاهدنا ذلك قال من عنده سؤال بعدما شرح ووضح وبين من عنده سؤال فليتقدم به المفروض يقدموا أسئلة قدموا التصفيق قدموا التصفيق فرنسا نفسها فيها معتدلين الرئيس الفرنسي مدة مكان فضيلة الإمام هناك لم يلتزم بالبروتوكول إنما الإمام راح يزور الرئيس الفرنسي ينزل من على الدرج يسرع حتى يستقبل فضيلة الإمام لأنه قيل له قيمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر الشريف أكبر صحف فرنسا بعد زيارة فضيلة الإمام وشرحه للاستفسارات ورد شبهات التي كانوا يتخيلونها في أذهانهم كتبت أن هذا الرجل متحدث باسم الأظهر هو المتحدث الرسمي باسم الإسلام الآن فبدل من أنتم تسألوا وتقولوا في آيات بتدعو إلى القتل وتدعو إلى كذا وتعالى نحزفها ما تيجي لين توصفتوا عندكم في مجلاتكم وجرائدكم بأنه متحدث رسمي باسم الإسلام هل في اعتقادك ممكن مثلا أو هل تنصح أو ترى أنه الرد على الدعوات دي أننا نوجه من مؤسسة الأظهر الشريف إلى الدولة الفرنسية حتى عن طريق الرئاسة هناك دعوة رسمية لعقد هذا مثل هذا الحوار اللي حركتك كلمت عليه حوار الأديان لاحظي أن البيان اللي خرج من أستاذ الدكتور عباس شمان وكيل أظهر بيقول نحن لسنا مسؤولين عن عدم الفهم عن الفهم الخاطئ كان عليكم أن تسألوا وتستفسروا نحن بنطلب منهم الآن على هذا البيان اللي أنت بتطلب بي إحنا طلبنا أهو تعالوا واسألوا وإحنا هنجاوبكم أهل مكة أدرى بإيه بشعابها ما تجيش أنت تتكلم أبو جهل يعرف أكتر من جولد زيهر المستشرق الفرنسي المجري الذي صور الإسلام هنا هم عرفوا الإسلام عن طريقه الآن بعد الحملات الصليبية بدأ الجو الاستشراقي هناك أستاذنا الدكتور سعيد يعرف ذلك جيدا جوب المستشرق الفرنسي معروف ذكرت نفسه ذكرت درس كتب الإسلام وأخذ نظريات إسلامية نظريات شك التي أخذها من عند الغزالي وإذن هم يعرفون الإسلام لكن من الذي قدم لهم الإسلام الآن بالصورة المغالطة هم أكابر المستشرقين ما هو برضو عاوز تسألني عن دين يسألني أنا ممكن أن أحرك على حاجة؟ أكابر المستشرقين طبعا لهم سبب كبير لكن كمان من عندي مشكلة إن الدواعش اللي لا يعلاق بيهم ولا يمثلون ولا يمثل الإسلام وما نعرفش أصلا هم مين وهم كمان في كل مصيبة بيعملوها قبل ما يحرق قبل ما يقتل قبل ما يسوي قبل ما يدبح يقول لك الله أكبر ويبسك لك رأي سودة ولقد أجبت حضرتك على هذا السؤال أنت بتقول ما عرفش نعرفش هم مين لا طبما طبما ليفعل ما يشاء واحد عاوز زي ما أنا أخذ صفاتك وأقوالك وأقول أنا بتكلم بلسان المذيع الفاضلة فلان الفلان أنا فلان وكون ما حدش يعرفه أنت رأيتي حتى الآن مش مصدق إن في حاجة اسمها دواعش أين هم الدواعش هؤلاء هل فئات وبيظهروا فجأة هل دولة كيف مرة يكون في العراق مرة يكون في سوريا مرة يكون في ليبيا مرة يكون يعني أنا أقول أن هناك مخابرات دولية كبرى هي التي تتخذ هذا الاسم وتنسبه للإسلام نحن لا نعرف الدواعش إنما نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نعرف أفكار داعش إنما نعرف الأفكار التي صدرها الأزهر لمية واربعة أشر دولة أنا عندي الآن في جامعة الأزهر مية واربعة أشر دولة ترسل أبنائها إلى جامعة الأزهر يقطن في جامعة الأزهر من شتى أنحاء العالم أربعين ألف طالب سنوي يصدروا إلى العالم لو إحنا بنصدر الإرهاب يصدروا بعلمهم لو إحنا بنصدر العالم الإرهاب بالله عليك ماذا يكون مصير 114 دولة بنصدر لها ناس كل يوم يبقى إذا الإرهاب كله في العالم وسببه الإسلام أن يختم وكيل الأزهر الشريف دكتور عباس شمان أن يختم هذا البيان الحقيقة هو بيان رائع محترم جدا 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 لأنه يعني فيه هذا القدر من تفنيد الحقائق وفكرة أنه إحنا مش مسؤولين أن أنتوا فاهمين الدين غلط ولا إحنا مسؤولين أن أنتوا بتفسروا الإسلام غلط فكرة أن يختم بيانه أما من يعني يفكر فيه تجميد آيات من القرآن الكريم فليذهب بهذه المطالب إلى الجحيم ده أنا من وجهة نظري ده أخف الألفاظ الذي يتعلق ويدخل على الخطوط الحمراء ويدخل إلى عقائدي ويريد أن يجمد كتاب الله ويريد أن ينزع الإسلام ويريد أن يصدر قرار بإلغاء الإسلام من العالم أقل شيء يكون الجحيم أقل شيء والشخصيات هذه يكون في علمك نحن لا نعرفها سألنقصدها إحنا ليسهم فقط كل من يتعرض للإسلام فليذهب إلى الجحيم عاوز تنقش الإسلام أهلا وسهلا لكن إنك تنزل من المناقشة الفكرية إلى إطلاق الافتراءات يبقى ليس نقاش دكتور سعيد كيف طاروا دي كلمات أخي